انا من سوريا من ريف ادلب جيت على معبر حوار كيلس من معبر حوار كيلس طلعنا في حافلات على غازة انتاب مطار غازة انتاب نقلونا طيارة يوشين نقل جنود الى مطار اسطنبول من مطار اسطنبول استقبلتنا هناك طائرة ليبي اسمها الليبية طالعونا نحن 120 شخص طالعونا من مطار اسطنبول لمطار مصراتة في ليبيا طالعونا من عفرين طالعونا بيكابات الى معبر باب السلام من معبر باب السلام طالعونا الى مطار انتاكيا من مطار انتاكيا طالعونا طيارة عسكري الى اسطنبول من اسطنبول طالعونا بطيارة مدني الى مطار معي تيجا بليبيا هناك في مدينة طرابلس وزعونا كان خطونا وشف معسكر معسكر للليبيين هذين نقالونا على الاحياء في بوسليم هناك صار وزعونا هناك في بوسليم واستقبلونا هناك كمان ليبيين في شوارع البوسليم قائدات تحت وفي قائد هوني مستلم هذا مستلم جيش النخبي كلها يعني مستلم جيش النخبي كلها هذا المستلم قائد سوري ايهو سوري بيقولولو حسام انا اللي سمعته يعني اللي سمعت اسمه اسمه حسام هذا اجا جديد من سوريا في بوسليم هناك صار وزعونا هناك في بوسليم واستقبلونا هناك كمان ليبيين في شوارع البوسليم وزعونا وجينا نحنا على اساس سنته حرسنا قراط ولكن جينا على قتال الجيش الليبي نحنا قالونا الفين دولار بس ما في لا الفين ولا شي ما في شي يعني الشغلي كلها صارت علينا ضحك بضحك يعني انه مثل انه بتروح الى هونيك بتقضوا عقد ثلاثة شهر وبتقبضوا عليهن الراتي ما بتنزولها من هونيك لتاخد الراتي وبتنزولها على سوريا المبلغ مخصص الفين دولار الفين دولار وكنا بشي وصلنا بشي قالونا انه بتحرص النفض عقد نفض يعني انه بتضوح بتقضي انه ثلاثة شهر على الآبار قالوا يقولوني على الآبار النفض بتوع وبتنزولها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة